صباح أخير، موضوع اليوم هو هفات ثدي محول سن الاس والموضوع هو إن كان السائل محض لكن الحديث موجه بالدرجة الأولى إلى الطباء العاملين على هذه الغلافة فمعلم أن السيدي في نهاية أربعينات أو داية خمسينات أو شفرق هذه طبعاً تعاني من ضغيرات هرمونية عنيفة تدخلها تدريجين في زمن ضغطة في لباظة وكذلك تطمس بصورة نهائية وهذا هو سن الاس السنوات القليلة ما قبل وما بعد هذا السن هي المسمات استناحاً بمرحلة محول سن الاس الثديان وضوان همان يخضعان لذات المتغيرات الهرمونية لينتهي بهما المطاب أخيراً إلى هجوعهما ألا بدل هذا إن حسن الغروف والنوايا لكن في كثير من الأحوال لا تجل الأموة بهذه السلاسة فكثيراً ما يشاكز الثديان ويشاربان ويقلقان السيدي فتشعر بألم في الثدي أو الثدعين مفرزات من الحلم على خلاف حيوانها وأشكالها قلت لي في الصديقة التكنيكيسي أو غيركيسي هذه الأفات في مجملية هي أفات فثدي محول سن الاس هي أفات معرفة جيداً مصنفة مبوى مع منهجية متابعة وتدبير وتبنات عالمياً وأنا شخصياً اتبعتها المنهجية فترة طويلة ولكن مؤخراً تبدلت لدي القناعة كثيراً فأصبحت أكثر حزماً وحسماً في تدبير أفات هذه محول سن الاس في الحقيقة لما بتراجعني السيدي بآفي في الثدي في هذه المرحلة الأمرية أمقتر لي باكراً منذ الزيارة الأولى أحياناً تدبيراً جراحياً بالتوصيف هو استقصال انتقائي لغد الثدي وفي الجانبين كلاً هو استقصال انتقائي لغد الثدي وفي الجانبين لا تدد بالثدي صاحب الشكوى ولا ننتهي بعد فترة وجهزة بالثدي الآخر تخلق السيدي أكيد وبالضوج فبسارة طمونتاً عمل جراحي بسيط لا يتعدى نفس الساعة في كل مرة ولا توجد تبدلات شكلي في الثدي إطلاقاً التبدل هو في الجوهر وليس في الشكل الحلمية ذاتها وكذلك الهالي والجلد والشحم حتى تثبت العمل الجراحي هي مخبية بالكاد تكون مرهية والنقص في حجب الثدي غير بزعش ما وجود إمكانية تعويض بل إفاضة حجماً بإجراء كتير بسيط هذا متروب للمقالب الحق بأضاء العرب ومش رح؟ إنه مقابل عمل جراحي من نوعي المزدوج هذا الفواد عظيم جداً هي أولاً ترتاح من مشكلتها أساس الشكوى فباستصال رد السدي نحن قضينا على أساس الألاء قضينا على أساس مفرزات من الحلمي وكذلك بالضرورة استصالنا الكيسي والكتلغي الكيسي وهذا أهم جداً ولكن الأهم كنظري هو أنه استصال رد السدي في الجانبين نحن ما يكون عملنا ضرب استباقية السرطان السدي فالسرطان السدي لا يكون إلا في غدة السدي وباستصال 90 إلى 95% بغض السدي في الجانبين نحن نكون من نحن السدي أماناً من سرطان السدي بذات النسبة 90 إلى 95% وبشرح له أنه علاقة ما بين آفات السدي مع حوثاً لأساس وسرطان السدي ليس السدي بعيد بل هي أقرب مما نتوقع فالحدثيتان المرضيتان تشتركان في زمن الحدوث وفي أسباب الحدوث في زمن الحدوث أقول لو سرطان السدي صحيح أنه ذربة الحدوث هي ما بعد 60 عمر السدي ولكن البداية الأولى غالباً ما تكون في هذه المرحلة الأمري بالذات أي محاول السدي من الياس فخليه خبيثي حتى تعطي ورماً بقطر السانتي متر هي بحاجة إلى 5 سنوات على قليل من التكاثر إذن لو رام بقطر 2-3 سانتي متر شخصناها بالستمعيدات من عمر السدي الطلاع العولة كانت في هذه المرحلة الأمري محاول السدي من الياس وفي أسباب الحدوث وفي أسباب الحدوث أقول المتغيرات الهرمونية التي أسس لعافة الثدي محاول السلياس هي ثالثة وقد تؤسس لسرطان الثدي فالمتغير الهرموني هذا الذي بذر بذرة حميدة في الثدي قد يكون قد بذرة خبيثة في ذات الثدي أو في الثدي الأخر ولكن الأفات الحميدة زادة طور سرية تملأ اللوحة السريرية تشغل بال المريضة والطيب على حد السوى ولكن خلف هذه الصورة الساخذة تكون البذرة الخبيثة تتكاثر بالصمد وثبات وإصراع لتفاجئن بعد سنوات طويلة بعد أن تكون قد تمكنت من غضل الثدي ومن بدن السيد وما زاد قناعة بضروط هذا الإجراء أمران أيضا الأمر الأول هو أنه آفات الثدي محاول السلياس هي آفات مضميين مدينة العمر تعيش مع السيد أسابيع وأشهر وأحيانا سنوات وفي كثير من الحالات نحن نضطر إلى تداخل جراحية نهاية المطاف فالكيسي نبزلها مرة مرتين وفتاتي ونستعصر الكتلة غير كيسية حكما بحاجة للصصال منذ البداية فخزع بالإبري لكتلة غير كيسية في الثدي مبع سنوات 40 هي إجراء غير مقنع توسع قنية لبني وهي من آفات الثدي محاول السلياس تعمل خراجة مرة مرتين وثلاثة ونضطر إلى تفجير جراحي في كل مرة إذن عمل جراحي ليس بعيد عن تدبير آفات الثدي محاول السلياس ولا أقوله أنا قلني العمل جراحي في بداية الطريق وليس في مرتصفه أو في نهايته والعمل الجراحي بدلا أن يكون استقصال الآفة في أساس الشكوى نوسعه شوي نستقصر كتلة الثدي غدة الثدي الحاوي على هذه الآفة وفي الجانبين الأمر الثاني الذي زاد قناعتي بهذا الإجراء هو نسب حدوث المتزايد لسرطان الثدي فالنسبة القديمة تكون من كل 9 نساء تصاب إمرأة بسرطان الثدي هي نسبة آفة عليها الزمان صحيح ما زلت أقرأه في بعض المطالعات الطبية ولا عدر لماذا لكن واقع الحال يشي بالزيادة المضطرر في نسب الحدوث ولا أعتقد أن العقد الثالث من هذا القرن يأتي إلا أن تكون نسبي من كل 4 نساء تصاب إمرأة بسرطان الثدي أي أن تكون نسبة 1 إلى 4 ويخطيرة جدا 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 أو 1 ساعة ونسبة خطيرة جدا جدا أصبح باعتقادي أنه من الضروري إجراء أكثر حزما وحسما للبقاء بسرطان الثدي أنا لا أقول إجراء العمل الجراحي الذي وصفت في الجانبين لكل إمرأة بعد سن الأربعين لا السيدة اللي دخلت سن اليأس وغادرت بدون أي مشاكل في ثديها ما لهم ما لهم ترك المتابعات الدورية مامو جرام وإيكو جرام كل عامين في حال غابة عوام خطورة أو كل عام في حال وجدت عوام خطورة أنا أمأكد على ضرور إجراء هذا العمل الجراحي للسيدات بقافة ثديما حول سن اليأس وإذا جاءت الإحصار فأرى إذا راجعتني عشر نساء بآثي في الثدي في هذه المرحلة العمري أخترعين طبعا العمل الجراحي المزدوج النوعي هذا إثنتان ستترغبان من العمل الجراحي وهذا ما سيكون ثماني سيغادرن ولكن نصف اللاتي غادرنا سيرجعنا بعد عام أو أكثر لإجراء العمل الجراحي ذاته الذي سبق لهن وأن أنكرناه هذا واقع الحال حيث يتم بالعيادة الخاصة حبيت شرح لكم تجربتي وطريقتي في المتابعة فهذا ستديما حول سن اليأس ولكم أن تناقشوا الموضوع بعقلي البارد وفي النهاية اتخذوا الإجراء بناسبكم وبناسب مريضاتكم وشبران